بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حبيبتي مرحبا بكم في فيديو جديد معنا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بقية وتتمة التحضيرات اللي كنت وجدتهم إن شاء الله الشيرة اللي مازال ما وجدوا احتوالوا اليوم نقترح لكم بعض الأمور اللي تقدوا توجدهم ونجحين مليون في المياه ورائعين إن شاء الله وغادي ينفعوكم أول حاجة إن شاء الله وجدتها اليوم يعني كل واحد وشي اللي يحتاجه يعني كل واحد وهذا الشي قد يديره يقدمه يديره على حسب احتياجته هو على حسب شاركهم ما رفين تاكلوا ما راكم شمداريين يعني كل واحد وكيفه المهم أخواتينا هنا بديت بعجينة على المسمن بالنسبة أخواتي المسمن سبقت لي وشاركت معكم سنوات نفس العجينة التاعي ما نبدلهاش أخواتي اللي هي كيلو فارينة فرطة الصميد في شوية على الملح ونواسي بالماء يعني اللاين بالمادافي نخليها يابسة أخواتي ما نطريهاش ندلكها واحد شوية في البيتغان يعني قد ما يمتازج لقاح هذو كل مكونات ونبعد لكها بيديغي واحد شوية يعني ما غاديش نجي معها بزر لأنه غادي نحطها في الكيس يعني خليها ترتاح لأنه ما غاديش نطيبها من ناحة العشية يعني هاد الأمور وجدتها الصباح والعشية قاع بها بديت نطيب فيه هوا لأخواتي جبتوا حد الكيس كيما هكا بلاستيكي درت فيه شوية على المدافي فقط ونبعد نزلتها هذا كلمة ما خليتهاش وجبت العجينة الأولى شوفوا كيف أولا تملسها يعني دلكتها غي واحد شوية أخواتي مشي بزف وغادي نزيد نخليها ترتاح نزيد نكمل عجينة زوجة هذه هي أخواتي لأنه اليوم كان عندي في العشاء البروغرام إن شاء الله محاجب فبروفيتي توجد عجينة زوج عجينة الله يبارك ندرت المحاجب للعشاء وهذه أخواتي قلعت منها شوية مسمنها كباش ندسها إن شاء الله في المجمد على حساب الصحور إن شاء الله خطرات يبهو يتصحره بالمسمن وخطرات كذلك كما أولفتنا صاحبتي مومية أنه ينتكل بالجاري هنا في الطرف يأكلوه بالجاري المسمن يقولوا الملاوي هنا يا يأكلوه بالجاري يعني يوجدو شرب أفريق ويأكلو بها هذا بالمسمن مهم في بلاس الكسرة مهم عجبته موليداتي وبدو يأكلوها عادي جدا لكن خطرات ندروه في الصحور ويبقى يعني حرية شخصية كالي يديره كالي ما يديرهش على حسبكم بعد شوية بعد اللي رتاحت عندي العجينة هادي كنت دي جان نخدم في صوار وحد أخرين دو كنشاركهم معاكم إنما قلت نعود نرجع العجينة هكا مش من ننديلكم مش ننقذلكم من ومن يعني نبقى فيلم سمن حكمت بعد اللي رتاح شوية في هدك الكيس البلاستيكي قرسته كما كنت شوفوا بشوية تعزيتها كادرت كروس هني عمرت هدك البلاطو وبقى لي هدك البلاطو الصغير تاني غادي زيدها وتاني نعمره المهم أخواتين توم الحجم على حسبكم كالي يبغي الحبة كبيرة كالي يبغي ها صغيرة كما قلت لكم أنا غادي ندير مسمن ومحاجب يعني للعشاء بالنسبة أخواتي الوصفة الثانية اللي غادي شاركة معاكم هي لي ميني بيتزا سجلوها أخواتي هذا الوصفة رائعة جدا وغادي تنفعكم بالزبزة عندي ثلاثة زلايف كما تشوفوا عبرت بهادوك تاع الشوربة فارينة مهم بالميزان عندكم كيلو تاع الفارينة مع زلافة وحدا تاع السميد يكون الرطب ضروري يكون سميد بتاعكم الرطب ماشي متوسط مش غيري مهم كيلو ولا تعبروا ثلاث كيلات بكيلة سميد الرطب عندي زوج مغارف كبار تاع الخميرة الخبز غادي نزيد معاهم زوج مغارف كبار تاع السكر والملح يبقى لكم دايما نحسب الضوغ توم كيف اشتبهوا الملح تاعكم كل واحد والملح تاعه ومن بعد ذا غادي نضيف لهم الحليب البودرة بالنسبة أخواتي لحليب البودرة ضروري تحطوه أخواتي في المصفة غادي يعطيكم فرق كبير في الطعم وفي الهاشاشة ما عندكم ش حليب البودرة ديروا علبة تعلياور طبيعي ولا عجلة جنوب الحليب يعني هذي على حسبكم إنما بالنسبة لي في هذي الوصفة ضروري تحطوه في الصمغارف كبار تاع حليب البودرة ولا اللحظة يعني على حسبكم غادي نخلط قاع النواشف معا بعض ونبعد نزيد لهم السوائل بالنسبة للسوائل ما كيش بزاف أخواتي كاين زيت الزيتون وكاين الماء بالنسبة أخواتي زيت زيتون بغيتو تحطوه بها ونعمة بغيتوش تحطوه زيت زيت زيتون حطوه زيت العادي جدا لكن ننصحكم زيت زيت زيتون غادي يعطيكم طعم جميل جدا بالنسب فلي هنا عندي كاس تأتي أخواتي أخواتي غادي نحط كاس ونص تأتي العبرت كاس ونص تأتي مقدار يعني كاس غير ربع من هذك الكاس تأموالي يعني بغيتو تعبروا بالكاس تأموالي ديروا كاس غير ربع أنا هنا حطيت كاس زيت زيتون وزيت له نص من الزيت العادي باش ميجينيش طعم قاوي بزاف تاع زيت زيتون وهكا أخواتي غادي نضيف لهم هاد المغرفة الزبدة تبقى اختيارية بغيتو تحطوها نعم ما بغيتوش تحطوها عالي حسبكم هادي أخواتي تخلي الميني بيتزتاكم يبقى وهشاش مدة طويلة حتولوا احتفظوا بهم لأشهر في المجمد ما يصرى لهم حتوالوا أنا حطيت العجين تعين عجن في العجانة درت لها المال يكون شوية دافي وبديت نعجم فيه بهذا الطريقة خاص نتحصوا على واحد العجين ليكون متماسك طريق وما زال يلسق في اليد يعني ما تيبسوش أخوات من بعدها غادي نزل على البلونت خافاي نشكلها هاكا على شكل كويرا ومتأمنوش أخواتيش حال جي شبه هاد العجينة بغيتو تديرو بيها لي كورني بغيتو تديرو بيها يعني مش تديرو بيها تصلو حمام السوفلي جيكم بزف شبه بغي جربوها أخوات غادي تعجبكم بزف عندي البول تاع البيتران بعد لي نزلت العجينة دهن تهب شوية تاعزيت وغادي نحط فيه العجينة التاعين نغطيها ونخليها تختامر ضروري جدا تخلوها حتا يتضعف الحجم التاحة وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تولي أما الشي الآخر وثالث اللي غا حضرتها اليوم معاكم هو العجينة المورقة وسبق لي وشاركت معاكم عجينة مورقة بطريقتي وطريقة تجارية ليخدموا بها الحيرفيات وقلت لكم أنه ما يحطوش فيها بزف الزيت ما تجيش مية دماء بزف وكذلك يعني متقهمش يعني كل ما تديروها سيخطوا فرمضان أخواتي هادوك الزيوتات والدنيا هادي جيكم تقهم فجربوا الطريقة هادي غادي تعجبكم بزف هنا أخواتي عندي نص فنجال تأتي من الزيت درتها مع كيلو تاع الفارينة يعني كيلو تاع الفارينة غادي تديرو معاها تقريبا ربع مغارف حتى الخمسة يعني بالكاستة أم والد غادي تعبروا أربع مامبا ملاحكش ربع تاع الزيت وفقط ما تكتروش فيها الزيت أخوات كاين بزف لي تجيهم زيتة بزف العجينة المورقة جربوها أخواتي هاكا وغادي تعجبكم بحول الله تعالى غادي نديرو معاها تقريبا قد ملعقة كبيرة من الخل اضافة للملح نبسس هذا الشوية الزيت وبعدا نعجنها عادي بالماء اللي يكون بارد يعني ما عادي جدا متجرروا هاش بزف أخوات خلوها شوية حكمة روحة ويابسة ضروري أنه العجينة العجينة المورقة تكون يابسة باش تجيكم مليحة في التورق وهيا بسياسة غادي تطلق همالة زوج عجينات التوعي بعد اللي عجنتهم أنا درت هنا زوج كيلو يعني درت كيلو فارينة الأول هدك اللي شاركت معكم الطريقة اللي قلت لكم تحطو لها نصف انجل أتاي من الزيت زوج مغارف تاع الخل ولا مغارف كبيرة معمرة غاية تاع الخل والملح وتعجنوا بالما عادي ومبعد تخلوها ترتاح 1-5 دقايق تعودوا ترجعوا تحلوها هكا بشكل مستطيل وتجيبوا زبدة التوريق بالنسبة لزبدة التوريق أخوات أنا ما نحطش فيها في الكيلو ما نحطش 500 قرام نحط 350 قرام 350 تاعة المارغارين هي اللي نحطها نتسكرفجها بها ديك الطريقة اللي شفتوها معايا ومبعد الرولي كي ما نرولو البيسكوي رولي عادي جدا بهذا الطريقة اللي كتشوفوا فيها شكلت هاد الحربوش غادي نجيب الفارينة وكل مرة ترشوا بالفارينة نفضوها متخلوش هذيك الفارينة بين الطبقات وتبدأ وتقفلوا فيها هكا بهذا الشكل كي ما كتشوفوا معايا أم بعدها نعاود نحلها يعني كي ما كتشوفوا أخوتي ديما نقولكم ديروا الفارينة نفضوها جيبوا الحلال تاعكم حلوا كي ما كم تشوفوا وعاودوا طبو وحدزوش طويات فقط وتكون واجدة عندكم لبات فيتي تاعكم وتجيكم بزف بزف شبة بالنسبة لكيلو واحد تاع الفارينة راي خرج لكم كيلو 800 قرام يعني ما لاحقش زوش كيلو تاع لبات فيتي وديما تبقى كي ما قلت لكم على حسابكم أنتوا ما كترتوا فيها الزبدة ما كترتوش أنا بهذا المقادر اللي اعطيت لكم كيلو فارينة 350 قرام تاع المارغارين عطاتني كيلو 800 كيلو 850 يعني ما لاحقش كيلو 900 قرام من لبات فيتي يعني هذك الكيلو 800 نقسمها على زوج هكا يكون عندي تقريبا زوج قطع في كل كيلو هكا يعني جيني سهلة في الخدمة ما شاء الله في ديك الأثناء اللي كنت درت لبات فيتي كانت العجينة تاعي تاع الميني بيزا طلعت تنفخت جات رائعة جدا نقيت البلونت خافاية تاعي هذوك الماشينات اللي كانوا تم تغبروا بالفارينة امسحتهم وعاود ترجع تنكمل العجينة وصراحة تفرحكم في الخدمة هذي العجينة تاع البيتزا جربوها الأخوات بغيتوا تضيفوا لها نسوما الأعشاب المناسيمة كالي بغيت ضيف لها الزعتر كالي بغيت ديلها شوية تالي زي بيز كالي بغيت دير فيها يعني على حسبكم أنتوما ديروا الإضافات كيما تبغو هنا يا أخواتنا درت هالسامبل عادي جدا لأنو الزعتر وكوشي الإضافات نحطهم فلاسو سطومات يعني هذوك نزيدهم في سلسة الطماطب وكيما قلت لكم أنو هذي العجينة تصلح سوفليت لأنكم تديروها لكورني تحكموها تحلوها وتقطعوها شرائح ولا أشريطة ومبعد تدوروها على الكورني تاعكم تاع الحديد وتدهنها من الفوق شوية تاع البيض تديرو لها هكا سانوج ولا ججلان ولا تحطو لها شوية تاع البافو وتدخلوها للفرن يعني أنتوما قدوا تشكلوا وتنوعوا فيها كيما تبغو وتجيكم بزاف شابة مامسوف للتاحة يجي هايل جربوها فقط أخوات هنا أخواتي هذيك العجينة الكبيرة رح تحليتها أنا على خمسة تاع الخبيزات كيما راكم تشوفو هكا باش تجيني سهلة في الخدمة ومبعدها لشوت غادي نوريكم كيفاش تعاودوا ترجعوا لشوت تاعكم تخدموا بهم بسهولة هنا حكمت هذي الغطاء ذات شوكولة صراحة ما طبعا ليش غاية ومبعد جبتوا هذي القطاعة عادي نتوما على حسابكم الحجم كيما تبغو نتوما بغيتوا حجم كبير بغيتوا صغير بغيتوا أصغر من الحجم اللي يدرتها أنا على حسبكم وهنا يختلف العدد كيلي تقول لك عجينة أنا ما قطعت ليش كيما قطعت لكنتية مثلا أنا هذي المقادير اللي عطيت لكم كيلو فارينة يعني تلتزلايف تاع الشربة فارينة وحد تاع السميد عطاوني 110 حبات على الميني بيزا يعني عطاتني 110 قطع نتوما على حسبكم كانت القطعة تاعكم أكبر من القطعة اللي عندي غادي تعطيكم أقل كانت أصغر من القطعة اللي عندي غادي تعطيكم أكثر يعني قطعتوا الدوائر جيبوا كيس بلاستيكي وحطوا في هذك البقايا تاع العجين وخلوه يرتاح كيتكملوا أخواتي قاعد تخدموا بالعجينة جديدة غادي تعودوا ترجعوا لهادوك لشيوت تلقوهم ارتاحوا ما شاء الله وتخدموا بهم بكل رياحية إذا بعد قطعت الدوائر التوعية حكمتهم امتقبتهم بالفرس شيطان ثم اللي عندكم هذك اللي يتقب بغاية من اللول كيتسرحوا العجينة فوتوا عليها بهذك اللي يتقب ومن بعد عدا باش تقطعوا الدوائر تاعكم كونوا مسخنين الفرن على درج حرام 180 إلى 200 أنا ندير 200 أخواتي بغياش تبطعلي في الفرن تم تم يعني تاخذ اللون هذا الأبيض وتتماسك نقلح نخليها تبرد وندخل البلاط الثاني اللي يكون خدمته وهكذا وكي ما قل لكم أخواتي كيتكملوا العجينة اللول رجعوا لي شويت تاعكم حلوهم عادي تلقوهم ما شاء الله خفاف يعني يطوعوكم في الخدمة وكل شي في هذك الأثناء اللي كنت نواسي جبت العجينة تاعي 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 المسمن وخليت لي ميني بيتزا يبردون بسياسة غدي نوريكم الطريقة كيف نحتافظ بهم احكمت العجينة تاعي تاعي تاع المسمن اللي كان رساح غاية تلغاية بديت بالمسمن هو اللول ولاصوس تاعي العشا تاع البيتزا رهي عفو انت المحاجب رهي واجدة باش نعمر المحاجب ان شاء الله قلت نبدا بالمسمن نوخر ها طريقة دي كي يبقى طاجين في وكاوت تشاه ومحاجب ولي تشاه ولكم محاجب في رمضان فتكون عندكم لاصوس واجدة مشقش تقولوا الطيب في لاصوس هكا درس انا اخواتي وجيت لاصوس تاعي بزيادة وحطيت الباقي في المجمد عمرت وحطيت المجمد ودرت في المجمد هكا باش مرة وحد اخر نطلق عندي لاصوس نعود ندير غير العجينة وخلاص بالنسبة لمسمى اخواتي هولاد طريقة تتولفتوها اني نحضر هذك الثلاثة تعليق بول واحد فيه شوية زيت اللي نحل به هدا ندهم به سطح العمل البول الثاني نحط فيه شوية سمن دايب مع قليل من الزيت البول الثالث نحط فيه الخاليط هذك الميكس اللي نحط هانا للتوراق يعني ندير فيه سميد متوسط ندير فيه سميد رطب ندير فيه الفارينة وندير فيه اللحظة حليب البودرة في التوراق يعني هدا اللي نورق به سميد اللي نورق به باش يجيني بنين ويجيني خفيف ما شاء الله ويعطني توراق شباب طريقة الطي هذي مختلفة شوية على الطريقة اللي مدار ينديروها هاد طريقة أخوتي تعطيكم توراق شباب وتعطيكم ايفي شباب بزاف في الحبة تعكم تعلم سمين يعني غير يجربوا هاد طريقة تعطي غادي تعجبكم شوفوا تبعوا معايا غاية في الفيديو هنا يا ركزوا معاها غادي تشوفوا كيفاش نطويها أولا نسرح يعني الخطوة الأولى نسرح ندهنها بالسمن نديلها في هذا الخالد ونطوي الجهة العليا على المنتصف نجيب الجهة اليمين نحطها في المنتصف نجيب الجهة السفلية نعود باللعب ونبعد عادة تقعد لي هاد الجهة اليسرى هذي هي الطريقة تعطي أخوتي تجيكم ما شاء الله ونتوما كل واحد كيفا يبغي المسمن تعه كالي يبغي رقيقة اللي يبغي يضع على حسب أنا هنا خليت هادو نخدم بستة حبات أخوتي كل ما نكمل ستة المربعات نخليهم يرتاح ونعاون نرجع للمربع الأول نحله واحد شوية ونبدأ نطيب فيه نسخن الطاجين أنا هنا سخلي بزاف الطاجين الحب الأول غير حطيتها لسقط مهم هيا كان حامي حامي الطاجين المهم أنتم أي لك ستدس فيه المجمد لا تحمره أخوات خليه بيض طيبه بصفورة فقط يعني يعني يعطو لها غير شوية تعلون ما يبقى لكم شعجين ورفضوه يعني غير تمتم سترون أنه يبدأ يدير في الفقاعات وينتفخ معاكم ويجيكم ما شاء الله أنا فقط زربتها كما قلت أخواتي بغيتها بيض فقط مانيش بغيتها محمر لأنه هذا غادي ندس إن شاء الله يعني ما شاء الله والرقم في الشاشة جيهاي الأخوات رائع جدا غادي نكملهم في الطياب وغادي نتلاقى أنا وياكم إن شاء الله نشارك معاكم الأمور اللي درناهم اليوم من التحضيرات إن شاء الله ونبقى هكا هكا حتى نكمل مهم أخواتي الكمية نفرش واحد الليزار هاد الملاحظة بغيت نعطيها لكم فرش ونفرش ونفرش ونحط فوق الحبيبات المسمن التاعي كي نحب هكا الدولي شوية لاخر لكن على العموم صفروهم فقط باش تكملو لهم طياب نهار تجبدوهم خلوهم حتى يبردوا غايا فوق هذا الليزار يمتصر رطوبة زيدة وليموهم جيدا في اكياس ولا في البلاستيك الغذائي ومن بعدها عادة تحطوهم في العلب وتحطوهم في المجمد بالنسبة للميني بيتزا اخواتي هولا حكمت كل عشر حبات مع بعض هم انا عندي قطعت لي 110 تحكم وهم ديروهم في هذا الفيل ماليمون بتاع وتليمو كل عشر مع بعض اياتهم لمس من درت كل 8 حبات هك مع بعض اياتهم بالنسبة ل نفس الشي عندي هدوك الربعة كيلو تقريبا على بات فاتي هاك اشوف اخوات عم يجي ما شاء الله وجدنا صالح بزا في نهار واحد يعني يهنوا صراحة من التخمام يهنو من وقاذ يوفروا لك مجهود يوفروا وقت خلال الشهر الكريم لانتي تستغليه وتديريه وتغتانميه في امور اهم اللي هم مخصين ان شاء الله بشهر رمضان لا يتقبله منا ومنكم اجمعين والله يبلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين المهم اخواتي اتمنى لفيديو تعليم عجبتكم شيرات لماذا ما وجدوش هاد الامور نقول اخواتي بصحتكم مين الان اذا وجدتوهم دروهم ودعولي اخواتي وما تنسونيش من خالص الدعاء ما تنسونيش من لايكاتكم تشجيعاتكم حمسوني ونشطوني انا تاني باش نزيل نتنشط معكم اكتر ونشارك معكم اكتر واكتر تلاقاكم في الفيديو القادمة ان شاء الله تحية لكم والسلام عليكم